قبوز الفول السوداني خالي من الوغلوتين نطحن الفول السوداني الني وهيك اصباح ناعم وخط واحد كوب فول السوداني 100 جرام وبيض عدد اثنين وقليل من الملح حسب الرغبة وكربونات الصودا نص معلقة صغيرة والتوابل هي اختيار نوايات التوابل على ورق زبدة الحرارة تكون اقل من المتوسط ضروري جدا ورق زبدة ونغطيها بعدما نغطيها ونرقبها ونقلبها على الوجه التاني فيك اصباح جاهز ممكن نستخدم اي كالب متاعنا او شكل عشوائي ممكن نعمالها بالفرن على درجة حرارة 200 درجة مقاوية بالرفو الاوسط من فوق ومن تحت الحرارة ضروري ورق زبدة شايفين كيف بتلزق بدون ورق زبدة بتلزق معها ممكن نستخدم اي نوع مكسرات كل مكانات نعمة كل مكانات افضل ممكن نستخدم زبدة الفول السوداني مثل ما حكينا هستخدموا اي نوع مكسرات عندي تقريبا الف وصفة صحية المهتم بالغزاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد اذا شبكم الفيديو تعملوا لائك ماه السلام